منين كنتوا بتجيبوا الإفهات مع بعض؟ صنعوها إزاي؟ في حاجات للحقيقة مكتوبة وفي حاجات هو جاب مصطلحات من خلال كتاب صلاح عيسى الفراح مانور عليه اللي هو رجال رايا وسكينة أو حاجة كده وفيه كتاب كده اللي هو كان ده المرجع وبعدين مصطفى محرّق مصطفى محرّق منتعرفها سيناريست عبقاري ودمه خفيف وجمال اللي في الحتة دي قوي اللي هي الكتابة والإضافة فجاب حاجات مصطلحات كان بتتقال أيامها غريبة جدا إن واحد يقول لي واحدة مش حارف يا مقطورة 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 انتفهمها؟ مثلا أنا رزيل قوي الرزالة بتاعت عبد الرازق دي في الكتابة ولها بقى والحاجات التانية اللي قلتها لا دي جات بقى بسبب جمال عبد حميد ولها أنا كنت نسيت في حوار كده ونسيت وكان وانشت فمش عايز إيه فقفستا راح تقال إيه ولها رغت ما إيه راح تراجل رغت ما جبت الكلام هو وصور وقال لي وقال لي نعيد وقال لي نعيد ايه تمام ولا ها دي تمام مرة بقى باشد قاعد أنا ومسام العادل ألف رحمه أمر عليه ورياض الخولي وأحمد ماهل وبتاع وأنا عمال بقى عامل عليهم فردة وهو عبد الرازي ده اللي علمهم القتل السبب انه هما يقتلوا فبقول له تصدق حصب الله فما كانتش موجودة في الحوار فسام الله أرحمه ومرضت تروح تصدق إن شاء الله بس هي دي بقى دي اللي الناس هرحت بيها